في الوقت اللي برضو من ساعة 2018 اللي كان خرج فيه حمدي فتحي ومحمد حمدي سلامات يا محمد حمدي وترجع بألف سلامة بإذن الله طيب لما نزل طريق حمد للمشاركة في المباراة نال الشارة أو شارة القيادة من محمد الشناوي عشان تطرح من جديد التساؤلات هو إيه المعايير اللي بيها اللاعب بيكون قائد للمنتخب بالأساس كانت بالأقدمية وبعدها جي الكابتن حسام البدري فغير النظام نسبيا بعدها جي بيتوريا فقال لن أخجل القائد بترتبه أنا اللي بختاره فما تسألونيش السؤال ده كتير والقائد الأول هو محمد صلاح فبعد ما كان بيخرج محمد صلاح لأي سبب جي السؤال طب إيه معاييرك لما بعد محمد صلاح على مستوى القيادة تعالوا نحكي لكم إزاي بتتحسب لو تهتوا أو ما فهمتوا هاش محمد الشناوي هو أقدم اللاعبين على مستوى عدد المباريات اللي لعبها مع المنتخب مش على مستوى الأقدمية المطلقة لا أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية بعد القائد الأول محمد صلاح هو اللي بيلبس الشارع محمد الشناوي اللي كان القائد في بداية المباراة لحد ما نزل طارق حامد لاعب عدد مباريات وصلت حتى الآن إلى 47 مباراة وبالتالي لاعب كقائد في وجود علي جبر اللي لاعب 33 مباراة رغم أنه أقدم بكتير من محمد الشناوي فلما نزل طارق حامد اللي لاعب 54 مباراة خد الشارع من محمد الشناوي اللي لاعب 47 مباراة فكده أنتوا اتضحت لكم الصورة نسبيا لو رجعنا للمباراة الماضية اللي ما شاركش فيها محمد صلاح وكان القائد فيها تريزيجيه فنلاقي أن تريزيجيه اللي لاعب 61 مباراة دولية هو اللي كان الكابتن في الوقت اللي كان موجود فيه الأقدم منه على مستوى الأقدمية علي جبر بسبب أن علي جبر لاعب 30 مباراة أو أكتر من الأرقام بالزبط 33 مباراة وبالتالي فيتوريا وضحت معاييره في قصة اختيار الكابتن بعد محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني الأول بعد المواجهة أعلن قبليها أو مباشرة الكابتن خارد بيب ومدير الكرة في النادي الأهلي خروج الرباعي وما أكده المهندس محمد غرابا مدير منتخبنا الوطني بأن رباعي الأهلي المستدعى محمد الشناوي محمد عبد المنعم محمد هاني ومروان عطية عادوا إلى معسكر النادي الأهلي عشان يشاركوا بداية من الغد في الاستعدادات الخاصة بمواجهة الجمعة المقبلة أمام فريق اتحاد العاصمة في بطولة السوبر الأفريقي بين بطلاء دور الأبطال ولكم فيدرالية الأفريقية بالتوفيق للأهلي بإذن الله اللعبة رياحت النهاردة وبكرة يكونوا موجودين في معسكر الأهلي أو تدريبات الأهلي بإذن الله ترجمة نانسي قنقر